أثناء تواجده مع فريقك في الدنمارك تعرض وسام لمشكلة في القلب وسقط في الملعب هل ممكن توصف لنا وقتها كان ايه تشخيص هذه الحالة وهل هو يعاني من اي مشكلة في القلب لا وسام حتى الان لا وسام ليس لديه اي مشكلة الان ممكن تكرر السؤال مرة اخرى اثناء تواجده مع فريقك سقط على ارض الملعب بعد ايام قليلة من ازمة ريكسن الشهيرة وتصور الناس ان اللعب لديها ازمة قلبية هل فعلا وقتها كانوا يعاني من ازمة قلبية ام سكوط لاسباب اخرى هل يعاني من مشكلة في القلب بشكل عام او لا في البداية كان موقف صعب علينا جدا للجميع وخصوصا لوسام كنا سعداء جدا حينما عاد الفريق وكنت سعيدا عندما عرفتوا ان لا شيء خطير بالام وان هذه كانت كان امرا صعبا على وسام ولكن تعافى وهو الان اقوى مما كان بكثير هل عشان بالتأكيد بس هل هي كانت مشكلة في القلب ام سقطة لأسباب صحية اخرى يعني كان في مشكلة عنده في القلب بسبب سكوته ام كانت مشكلة اخرى انا لست مختصا في الامور التبية ولكن اقول انها كان موقف صعب ولكن بعد ذلك وسام اصبح لائقا معنا وكان قلبه وجسده سليما وانا كنت سعيد ولا زلت سعيد بسبب هذا